السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي في قناة مشاهدة وطيرها النهاردة بإذن الله لسه مستمرين في دورة البط الخليط المسكوفي والبلد الخليط وزي ما حضراتكم شايفين بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نقلل استهلاك العلاف بتاعنا بقدر الإمكان أنا عاوز أقول لكم إن أنا بقى لفترة طويلة جدا 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 ما جبتش أي أعلاف خالص ولا اشتريت أي أعلاف خالص من ساعة ما الأعلاف غلت والسعر بتاعها ارتفع تمام النهاردة بإذن الله احنا هنعمل أي للطيور بتاعتنا أو للبط بتاعنا هنعمل له حاجات كتيرة جدا جدا مع بعض في الفيديو النهاردة بس عاوز أقول لك لو أنت أول مرة تشوفي قناتي ياريت تنزيل تشترك فيها واتفع على الجرز على الكل عشان يوصلك كل جديد من القناة إنت لها مشاهدة أعادة بتقطع الربة أنا هقول لكم أنا أعادة بتقطع الربة ليه في ناس كترة جدا سألتنا يعني إيه ربة الربة دي بتبقى عاملة زي برسيم بتبقى موجودة فصل الشتة تمام دي بتأكلها كل الطيور كل الطيور من أول الأرانب الخرفان المعيز البهايم البطء الفراخ عاوز أقول لكم حاجة جميلة جدا جدا كفاية بس كلا نسبة البروتين اللي فيها 28% ونسبة الألياف اللي فيها 8% وطبعا الباقي اللي فيها أملح وفتامينات وكمان فيها نسبة من المياه كبيرة جدا جدا يعني لحتى لو انت المياه خلصت من عند الطيور من عندك هتبقى هي فاية نسبة مياه مشبعة جدا للطيور بتاعتك تمام بس طبعا احنا بنستعملها كواجبات كده إضافية للطيور بتاعتنا زي تزويدة كده يعني انت مثلا لو انت بتأكل في اليوم 3 طقات أو 3 مرات أكل لأ ممكن تأكل مرتين يعني تحط مثلا الصبح بدروا تحط لهم مثلا شلق زي دوك كده ممكن تحطه لهم في الأرض هيأكلوا منه بعدها مثلا هتطلع لهم الدور هتحط لهم بعدها العصر هتطلع هتحط لهم أكل تاني منتش حابة بقى ممكن ان انت تخلطيها مع الأعلاف أو تخلطيها مع أي بواية أكل عندك من البيت مفيش فيها أي مشكلة خالص خالص تمام كده طب احنا هنعمل ايه أنا دلوقتي بخارطها كده ليه أنا بخارطها دلوقتي علشان هأكل منها البط العمر شهر البط العمر شهر دوت اللي هو الخلط المسكوف والبلدي اللي احنا نزلناه على القناة من عمر يوم واكلناه من أول أسبوع دشيشة دشيشة اللي هي ايه دشيشة اللي هي كسر الرز والردى والدورة الصفرة وكمان نسبة من العلف بسيطة جدا كله ده في شكارة واحدة الشكارة بمتين وعشرة تمام الشكارة بمتين وعشرة عاوز أقول لكم ان الشكارة تلعب بمتين وعشرة مش بمتين وثلاثين طلع الشخص اللي أنا بجيب منه استغلالي وكمان يعني هو اللي كان بيزود علي الفلوس تمام كده فأنا عرفته مؤخرا بس عشان أوضح لكم السعر الشكارة كام سعر الشكارة امتين وعشرة تمام أنا طبعا بعد ما خلصت بقى التقطيع هبدأ ان أنا أخلط الأكل بتاعي اللي أنا هدخله للفراخ البلد وهدخل كمان منه للبط الصغير تمام التقطيع الكبير أنا بصراحة ما بقطعهاش يعني أنا بسيبها لهم كده يكلوا منها تمام بطلع بقى على ما بطلع آخر النهار أو بعض العصرية بتلاقيهم ما شاء الله واكلين واكلينها كلها مش سايبين منها اي حاجة عاوز أقول لكم انها جميلة جدا وكمان الفراخ والبط بقى بصوا يعني لو البط عندك قطع بيت هتلاقي باطل لو الفراخ عندك ما ببتش هتلاقيها باطل يعني ما شاء الله حاجة كده جميلة بصوا من الآخر حاجة كده جميلة ما شاء الله طب احنا هنعمل خلطات اي مشاهدة زي ما انتوا شايفين أنا ما بأكلش غريب دي شيشة ما بغيرهاش أصلا أساسا لو تبعت كل الفوديهات أو الناس اللي معاي على القناة اللي استدخلة جديدة لو تبعت الفوديهات بتاعت قبل كده هتلاقي الفوديهات كلها تشيشة أو هتلاقي كمان الخلطات اللي احنا كنا عملناها للطيور بتاعتنا أو للبط بتاعنا وكانت عبارة عن الكزب وكانت كمان عن الدرة والعيش والنسبة كانت من العلف طبعا بعد ما البط كبر شوية بدأنا ان احنا بقى نخلط له وصحبنا منه العلف واحدة في واحدة لحد ما بقى معانا زي ما حضراتكو شايفين كده طبعا عاوزة أقول لكم بالنسبة للأوزان الأوزان انت بتتحكم فيها يعني لو انت عاوزة تخلص الدورة بتاعتك على أربع شهور يبقى هتأكل علف نسبة من العلف معاها لو انت مثلا هتسي بها شوية مثلا يعني هتسي بها شوية الرمضان يبقى ما فيش اي مشكلة تأكل عادي وتتكل على الله وما تخافش من اي حاجة يعني ما هنوصل للرمضان بإذن الله هتأخذي الأوزان المطلوبة بتاعتك اللي انت محتاجها للطيور بتاعتك تمام أنا هنا زي ما انتم شايفين طبعا يعني كانت الحلة سخنة عاوزة أقول لكم ان كان في الوقت ده كانت الحلة سخنة شايفين ما شاء الله أنا كنت هنا كنت حطت شيشة وكنت حطت كمان كنت سلقا معها بطاطا تمام طبعا ده خلطات كده احنا بنعملها في البيت علشان تأكل الطيور بتاعتنا عشان كمان الطيور بتاعتنا تشبع ما تبقاش جعانا وفي نفس الوقت يكون حاجة فيها نسبة من الغزاء وكمان حاجة البط يأكل منها ويستفيد ما يأكلش قبل ما قلتلكو قبل كده بلاش ان احنا نأكل أكلات البط يأكل منها ويبقى يعني يأكل منها ويشبع كده على الفاضي يعني سد خانة يعني بمعنى الآخر تمام لأ لازم ان اكلوا أكلات البط يأكل منها ويستفيد انا طبعا بقى كنت بفتح على البط بتاع لان زي ما قلتلكو قبل كده ما بيجي عليها شتاء بضطر طبعا ان انا احبس الطيور بتاعت كلها ما بسيبش اي حاجة منها على السطح خوفة ان ممكن الدنيا تشتف اي وقت فزي ما تشايفين اول حاجة هما بيخرجوا عليها الميا وعالاكل دي اول حاجة طبعا الطيور بتاعت تعملها اول ما بفتح لهم العشاش طبعا ما شاء الله ربنا يبارك عاوز اقولك تربية البطلية انا مربياها من عمر 35 يوم على الدشيشة تمام من عمر 35 يوم وكمان طبعا احنا دخلين على الشتاء هوت يعني هتلاقي خضروات وهتلاقي حاجات كتيرة جدا 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 عندكم كرمب وممكن تجيبوا كرمب كم كرمبايا كلا 5-6 كرمبايات وتقطعيهم السموم كل يوم مثلا نص كرمبايا ابشرها لهم فيما ابشرها عشان يزود معاك الكمية وكمان شوية من البطاطا برضو ابشرها لهم هيبقى البطة هيكل معاك وهيشبع عندك بطاطس زي ما قلتلكوا قبل كده الحاجات اللي هي الخضروات اللي لا تصلح للاستهلاك الأدام وممكن ان احنا نجيبها ونأكلها للطيور بتاعتنا بس طبعا لازم تديها نص سلقة ما ينفعش ان احنا نديها لهم ناشفة كده على طول تمام لو انت بقى عاوزة تأكلها لهم ناشفة كده يبقى انت هتديهم في اليوم مجبتين اتنين مش واجبة واحدة ليه لان الاكل الصابح او الاكل اللي هو الناشف بيبقى زيادة عن اللزوم دوت بيبقى او الاكل الناي ده عموما بيفضل في الحصلة بتاعتهم فترة طويلة تمام انما الاكل اللي هو بيبقى المستوي او ان انت عطياله نص سوى دوت طبعا على مدار تسعتين تلاتة بتلاقي الاكل تهدم في بطنهم وخلاص يعني نزلوه حمام بقى كده فلازم ان انت تحط لهم اكل تاني تمام انت عاوزة تسميني عاوزة تحطي اكتر من كده ممكن تنزلي تلات وجبات في اليوم الصبح والعصر واخر النهار مفيش اي مشكلة بالعكس كله في الاخر برضو راجع لك بس اهم حاجة ربيدك سلال البطة او فراغ تكون كويسة جدا لك للانتاج بتاع البيت بتاعك وتطلع لك انتاج عا بحيس ان انت ما تستعمليش او ان انت تشتاق اي حاجة من برية يبقى عندك الفراغ بتاعتك والبط بتاعك وكمان بيطلع لك انتاج من البيت ازا كان البطة او الفراغ طبعا احنا عارفين غلوه الحاجة برا كي يتعامل ازاي فالله المستعان هو ده الفيديو بتاع النهاردة يا ربي كان عجبكم ما تنسنوش فلايك واشتراك واتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم من قناة ان شاء الله كل جديد واشوفكم باذن الله بكرة على فيديو جديد ان شاء الله